صباح الخير يا ثاني يعطيكم العافية حبايبي اليوم رح نحكي شوية عن جدول ضرب العشرة والاثنين والخمسة ملاحظات بسيطة هلأ مطلوب انك يا ثاني انك تكتب لي الجداول اللي اخذناها على الدفتر بالطريقة هاي بتكتب لي العنوان واليوم وجدول ضرب العدد عشرة اللي هو عنوان الدرس بتكتب لي جدول العشرة كامل بتكتب على سطر وبتترك سطر تمام يا ثاني اول شغل يا ثاني بدك تتأكد انك انت ممنوع نهائيا تكتب اي جدول على دفتر انت لساتك مش حافظه اي جدول ضرب لاي عدد منكتبه على الدفتر انت لازم تكون حافظه يا ثاني هلأ عملية الحفظ كيف بتصير اول اشي بدك تحفظ على الترتيب ماشي تحكي واحد ضرب عشرة عشرة اثنين ضرب عشرة عشرين ثلاثة ضرب عشرة ثلاثين وهكذا ثاني مرحلة من الحفظ اللي هو انت بدك تكون عارف النمط انه انا قاعد بزيد عشرات انا قاعد بزيد عشرات يعني بدك تعد عشرات عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين وهكذا ثالث مرحلة من الحفظ يا ثاني اللي هي الحفظ يعني عشوائي مش على الترتيب يعني مش تحفظ لي واحد ضرب عشرة يساوي عشرة ثنين ضرب عشرة عشرين لا اسألك مخربط ستة ضرب عشرة تجاوبني ستين ثنين ضرب عشرة عشرين وهكذا رح نحكي ملاحظة بجدول ضرب العدد عشرة انه الاحد يكون صفرا شايفين يا ثاني عشرة وين الاحد صفر عشرين وين الاحد صفر ثلاثين الاحد قديش صفر اربعين الاحد قديش صفر اذا في جدول ضرب العدد عشرة الاحد دائما صفر تمام يا ثاني بتكتب لي هاي الملاحظة وبتكتب لي النمط على نفس ورقة جدول ضرب العدد عشرة مش انت بتكتب لي الجدول بتكتب لي الملاحظة على نفس الورقة اللي كتبت عليها الجدول بتكتب للنمط تمام يا قلبي؟ خسع من الروح على جدول ضرب العدد خمسة نفس الإشياء ثاني ممنوع تكتب الجدول إلا لما تكون حافظه نكتب على سطر نترك سطر نكتب على سطر نترك سطر بخطب واضح ومرتب زي ما أنا كاتب ماشي؟ هلأ بعملية الحفظ زي ما حكينا أول إشي تحفظ لي على الترتيب شو يعني على الترتيب؟ يعني واحد ضرب خمسة خمسة ثاني مرحلة بدك تعد خمسات خمسة زيدوا عليها خمسة عشرة عشرة زيدوا عليها خمسة خمسطاش خمسطاش زيدوا عليها خمسة عشرين وهكذا يعني بدك تكون عارف النمط النمط بجدول ضرب العدد خمسة النمط هو إني أنا أزيد خمسة في كل مرة أزيد خمسة هلأ الملاحظة اللي بجدول ضرب العدد خمسة إنه ناتج عملية الضرب هذا الناتج يا ثاني شايفينه الناتج هذا يكون الأحاد إما صفر أو خمسة طلعوا هنا الناتج قديش خمسة هنا الأحاد قديش صفر هنا الأحاد كم خمسة الأحاد كم صفر الأحاد كم خمسة الأحاد كم صفر إذن الأحاد يا صفر يا خمسة 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 تمام يا ثاني نيجي لجدول ضرب العدد 2 جدول ضرب العدد 2 يا ثاني نفس ما اتفقنا بالجداول الأولانية بتكتب جدول الضرب خط واضح ومرتب وممنوع تكتب الجدول على الدفتر إلا لما تكون حافظه 100% عملية الحفظ بتمره في ثلاث مراحل أول إشي بدك تحفظ 1 ضرب 2 يساوي 2 2 ضرب 2 يساوي 4 وهكذا العملية الثانية بدك تعد 2 العملية الثانية من الحفظ أو الخطوة الثانية هي أنك تحفظ 2 ما يعني تحفظ 2؟ يعني تعد 2 2 زيدوا عليها 2 4 4 زيدوا عليها 2 6 6 زيدوا عليها 2 8 إذا بدك تحفظ 2 تغطي على الجدول وتعد 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 وهكذا يا ثاني الآن الملاحظة بجدول ضرب العدد 2 إنه الناتج دائماً بكون عندي عدد زوجي ناتج ضرب العدد 2 دائماً يكون عندي عدد زوجي خلينا نشوف 2 زوجي طبعاً يا ثاني إحنا شرحنا عن الأعداد الزوجية والفردية سابقاً بالفصل الأول وميزنا شو هي الأعداد الزوجية وشو هي الأعداد الفردية 2 زوجي 4 زوجي 6 زوجي 8 عدد زوجي 10 عدد زوجي 12 عدد زوجي 14 عدد زوجي 16 عدد زوجي 18 عدد زوجي 20 عدد زوجي إذن في جدول ضرب العدد 2 الناتج دائماً يكون عدد زوجي الناتج دائماً يكون عدد زوجي سرية ثاني هلأ مطلوب منك يا حبيبي إنه زي ما أنا كاتبة على الدفتر والملاحظات اللي كاتبيتها انت بتكتبها عدد ترك بخط واضح ومرتب تمام يا ثاني يعطيكم العافية يا حبيبي